بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وآصحابه ومن تبعهم بعسانا لهم الدين رب شرح لي صدري واسر لي أمدي وآهل الله قدرتا من لسان يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب ثم مسلح وآهل الكبائر من المؤمنين لا يخلودون في النار هذا عقيدة أهل الشنة وآهل الحق ثم في هذه المسلحة اذن خلاف لبعض المبتدعات نعم آهل الكبائر من المؤمنين لا يخلودون في النار بل إما يعفو آه الله سبحانه وتعالى عن سيئاتهم أو يعذبهم بعد تعذيبهم حسب ذنوبهم يخرجون من النار ويدخلون في الجنة نعم وإن ماتوا من غير توبة نعم هؤلاء عهل الكبائر من المؤمنين وإن ماتوا من غير توبة يعني ماتوا بتوبة أو بدون توبة لقوله تعالى فمن يعمل مسقال ذروة خيرا يره من يعمل مسقال ذروة خيرا يره يعني يرى ثوابه ماذا مسقال ذروة من الخير الإيمان بالنسبة للمؤمن سواء كان مرتكبا لك بائري أو لصغائري أو لم يكن على كل حال إيمانه خير أي خير خير عليم لا خير فوقه فإذن ينبغي أن يرى ثوابه أين يرى ثوابه بالجنة نعم ونفس اللي من عمل خامل خير لا يمكن أن يرى جزاءه قبل دخول النار ثم يدخل النار فيخلط لأنه باطل بالإجماعي فتعين الغروج من النار يعني يعني لرؤية ثوابه هذا العمل صاحب العمل الحسن العمل الخير لو دخل في الجنة لا يخرج من الجنة أبدا لا يخرج من الجنة أبدا ولقوله تعالى كذلك قول آخر يدل على هذه المثلة فعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار إذن هذا فعد للمؤمنين والمؤمنات الآهل الكبائر من المؤمنين من جملة المؤمنين فينبغي أن يكون له جنة تجري من تحتها الأنهار لو كان مرتقبا للكبائر يعذب لأجرها في النار ثم يدخل بالجنة يتحقق هذا الوعد بدخوله الجنة بعد تعذيبه في النار فلقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكون لهم جنات الفردوس إذن لو كان هذا المؤمن الذي أعمل صالحات ولو ارتكبا كبيرة يعذب لأجرها ثم يدخل جنات الفردوس نزلا إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كون المؤمن من أهل الجنة مع ما سبق من الأدلة القاطعة على أن العبد لا يخرج بالمعسية عن الإيمان مع ما سبق من الأدلة القاطعة هذا على أن العبد لا يخرج من المعسية عن الإيمان فإذن آلو ارتكب الكبيرة وهو مؤمن لا يخرج عن الإيمان لذلك يجب أن يكون من أهل الجنة ثم وَعَيْذَا الْخُلُودُ فِي الْنَارِ مِنْ عِلَمِ الْعُقُوبَاتِ وَقَدْ جُعِلَ جَزَاءَ الْكُفِرِ الَّذِي هُوَ عِلَمُ الْجِنَایَاتِ ها كذا يعني التكافؤ بين علم الجزاء وعلم الظنوب فَلَوْ جُزِيَ بِهِ غِيْرُ الْكَافِرِ كَانَ زِيَادَةً لَا قَدِرِ الْجِنَایَتِ آلو جُزِيَ غَيْرُ الْكَافِرِ بِالْخُلُودِ فِي الْنَارِ يكون هذا زِيَادَةً لَا قَدِرِ الْجِنَایَتِ فَهَذَا جَزَاءٌ اَوْ عِقَابٌ لِعِظَمِ الْجِنَایَاتِ ما هو الكُفر فَهَذَا مُرْتَقِبُ الْكَبِيرَةِ لَيْسَ بِكَافِرٍ فَلَا يُجِزَى بِالْخُلُودِ فِي الْنَارِ فَلَا يَكُونُ عَدِلًا یعنی لو كان الجزاء والعقاب اكثر من قدر الجنایت لَا يَكُونُ عَدِلًا ثم وَذَا هَبَتِّ الْمُعِتَّزِلَةُ إِلَىٰ أَنَّ مَنْ أُدْخِلَ النَّارِ فَهُوَ خَالِدٌ فِيهَا أولئے مخالفون في هذه المسألة هم يقولون من ادخل النار فَهُوَ خَالِدٌ فِيهَا يعني لا يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ لِي أَنَّهُ إِمَّا كَافِرٍ اَوْ صَاحِبُ كَبِيرَةٍ مَاتَ بِلَا تَوْبَتٍ يعني يَا الَّذِي يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ هُوَ إِمَّا كَافِرٍ اَوْ صَاحِبُ كَبِيرَةٍ مَاتَ بِلَا تَوْبَتٍ إِذِي الْمَعْسُومُ وَالطَّائِبُ وَصَاحِبُ الصَّغِيرَةِ إِذَا جِتَّنَ بَالْكَبَائِرَ لَيْسُ مِنَّ أَهِلِ النَّارَ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ نُصُولِهِ اَوْ الْمَعْسُومُ مِنَ الزُّنُوبِ كَذَلِكَ اَتْتَعِبُ مِنَ الْكَبِيرَةِ ثُمَّا صَاحِبُ الصَّغِيرَةِ إِذَا جِتَّنَ بَالْكَبَائِرَ فَهَذِهِ الصَّغِيرَةُ لَا تُوَسِّرَ عَندَهُ نَعَمْ بِلَا تَوْبَتٍ إِذَا جِتَّنَ بَالْكَبَائِرَ لَيْسُ مِنْ آهِلِ النَّارَ يعني لا يُعَاقَبُونَ فِي النَّارَ لذلك وَن يَدُخَلُ النَّارَ هذا كَافِر او صَاحِبُ كَبِيرَةٍ مَاتَّ بِلَا تَوْبَةٍ هذا الكافر او هذا صاحب كبير مَاتَّ بِلَا تَوْبَةٍ لَوْ دِخِلَ النَّارَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْكَافِرُ مُخْلَدٌ بِالْلِجُمَعِي وَكَذَا سَاحِبُ الْكَبِيرَةِ بِلَا تَوْبَةٍ لِوَجِهَيْنِي فَإِنْدَهُمْ نَذَا خُلُودُ سَاحِبِ الْكَبِيرَةِ بِلَا مَاتَ بِلَا تَوْبَةٍ خُلُودُهُ فِي النَّارِ لِوَجِهَيْنَ هَدُهُمَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُ الْعَذَابَا وَهُوَ مَلَرَّةٌ خَالِصَةٌ دَائِمَةٌ فَيُنَافِي إِسْتِحِقَاقَ الثَّوَابَ الَّذِي وَمَنْفَعَةٌ خَالِصَةٌ دَائِمَةٌ هَكَذَا عِنْدَهُمْ آنِ عَمْرَانِ إِمَّا عَذَابٌ أَوْ ثَوَابٌ الْعَذَابُ مَا هُوَ مَلَرَّةٌ خَالِصَةٌ دَائِمَةٌ هذا الدوام شرط في العذاب كذلك في الثواب أيضا فَيُنَافِي إِسْتِحِقَاقَ الثَّوَابِ مَا هُوَ الثَّوَابُ الَّذِي هُوَ مَنْفَعَتٌ خَالِصَةٌ دَائِمَةٌ فَاإِذَا أَنْ تَكُونَ الْمَلَرَّةُ خَالِصَةً وَدَائِمَةٌ هذا عندهم مفهوم الغذاب ومسمّى الغذاب كذلك مسمّى ثَّوَابِ عندهم أن تَكُونَ الْمَنْفَعَ خَالِصَةً يعني بدون مَلَرَّةً دَائِمَةً لأجل ذلك من يدخل النار لا يخرج منها هكذا قال هذا وجه ما هو الجواب عن هذا الوجه والجواب من قيد الدوام هذا الدوام لا يشترط في العذاب والثواب بل منع الاستحقاك بالمعنى الذي قصدوه صاحب الكبيرة مات بلا طوبة يستحق الاداب هكذا قالو لكن هذا الاستحقاك بالمعنى الذي ارادوه لا نسلمه وهو المعنى الذي قصدوه هو الاستيجاب استيجاب يعني الايجاب عندهم الثواب واللقاب واجبان على الله تعالى نعم ابو الطلا هذين الاصلين فيما سبقا وإنما الثواب فظل منه يعني ليس استحقاك هناك والعذاب عدل هناك أيضا ليس ايجاب فإن شاء يعني ان شاء الله عفا وإن شاء عذبه مدتا ثم يدخله الجنة يعذبه مدتا يعني حسب ذنبه هذه المدة مقدرا بمقدار ذنبه ثم يدخله الجنة وإذن آية هناك الجمّ بين اللذين التي في هذه المسألة ثم الثاني يعني الوجوه الثاني لخلود صاحب الكبيرة الذي مات بلا توبة عند المعتزلة النصوص الدالة على الخلود قوله تعالى فَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتْعَمِّدًا وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا بِيهَا لأن هذا جزاء القتل هذا القاتل قتل مؤمنة هذا جزاءه جهنم كيف هذا خالدا بيها كذلك قوله تعالى وقوله تعالى فَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعْدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا بِيهَا مَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعْدَّ حُدُودَهُ هذا صادق على صاحب كبيرة يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا بِيهَا هذا هنا اذن ذكر القلود فَقَوْلِهِ تعالى مَنْ قَسَبَ سَيِّئَةً وَعَحَاتَتُ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُولَٰئِكَ عَسُحَابُ النَّارِ هُمْ بِيهَا خَالِدُونَ هَكَدَا هُمْ استدلُوا بِهَذِهِ النَّصُوصِ وَامْسَالِهَا مَا هُوَ الْجَوَابُ وَالْجَوَابَ وَأَنَّ قَاتِلَ الْمُؤْمِنِ لِكَوْنِهِ مُؤْمِنًا لَا يَكُنُوا إِلَّا الْكَافِرُ يعني الجواب عن الاستدلال بالآیت الأولى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَجَزَاهُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا بِيهَا من هذا المؤمن المقتول يعني القاتل من هو القاتل الذي قتل مؤمنا لَوْ قَتَلَهُ لِكَوْنِهِ مُؤْمِنًا فَالْقَاتِلُ كَافِرٌ وَيَخْلُدُ فِي الْنَّارِ لَا شَكْتُ وَكَذَا مَنْ تَعَدَّ جَمِيعَ الْحُدُودِ الجواب عن الاستدلال بالآیت الثانية مَنْ يَعَسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يعني تَعَدَّ جَمِيعَ حُدُودِهِ وَهُوَ كَافِرٌ اَيْذَا ثُمَّ وَكَذَا مَنْ أَحَاطَتُ بِهِ خَطِيَتُهُ وَشَمِلَتُهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مَنْ قَسَبَ سَيِّيَّةً وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطِيَتُ هَذِهِ اللِّحَاتَّ شُمُولَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَإِذَا هُوَ اَيْذَا كَافِرٌ وَلَوْ سُلِّمَا لَوْ سُلِّمَا دعوة المعتزلة من أن قاتل المؤمن ليس كافراً بل هو صاحب كبيرة وقت كذلك من يتعد جميع حدوده ليس بكافر كما يقولون وَكَذَلِكَ مَنْ نَحَاطَتُ بِهِ خَطِيَتُ هَذَا هَذَا لَيْسَ بِكَافِرٍ هَكَذَا لَوْ سُلِّمَا فَمَاذَا هُوَ الْجَوَابُ فَالْخُلُودُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُكْسِدْ طَوِيلِي نعم الخلود يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُدَّةِ الطَوِيلَةِ فَإِذَا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا بِيهَا مَعْنَاهُ مَاكِثًا فِيهَا مُدَّةً طَوِيلَةً خَالِدُون مَاكِثُون مُدَّةً طَوِيلَةً هَكَا كَقَوْلِهِمْ سِجُنٌ مُخَلَّدٌ هَكَذَا يُقَالُ سِجُنٌ مُخَلَّدٌ كَذَلِكَ فِي اللَّغَةِ الْمُعَاسِرَةِ يُقَالُ سِجُنٌ مُؤَبَّدٌ اللَّبَدْ عَنِي لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ كَذَلِكَ هُنَا الخلود لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَلَوْ سُلِّمَ فَمُعَارَلٌ بِالنُّصُ الدَّالَّةِ عَلَى عَدْمِ الخُدُودِ مِنْ خُدُودِ كَمَا مَرَّا سبقا ذكرنا نصوص هي تدل على أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار فإذن هذه اللذلة مُعَارَلَةٌ بتلك النصوص فإذا تعارلا تساقطا لا يمكن أن يستدل بهذه اللذلة ثم مَسَّلَهُ وَالْإِيمَانُ ما هو مُسَمَّ الْإِيمَانُ هذا هو مَسَّلَهُ الْإِيمَانُ آهُوَ التَّصْدِيقُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَلَى وَالْإِقْرَارُ بِهِ يعني ليسا التصدیق فقط بل وَالْإِقْرَارُ بِهِ بِاللِّسَانِ فإذا الأعمال ليست داخلتا في مُسَمَّ الْإِيمَانُ بل هذا إيمان التصدیق والإقرار مجموعهما مُسَمَّ الْإِيمَانُ في هذه المسألة خلاف مع المعتزلة وبعد من أهل البدعة غيرهم هكذا والإيمان في اللغة التصدیق أي إذا آن حكم المخبر وقبوله إذا آن حكم المخبر راجل أخبره بحكم إذا آن هذا الحكم هو التصدیق لو قيل صدق هلانا معناه آذعان لحكم خبره ما معنى اللذعان هو فسره بقوله وقبوله 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 يعني ذعان حكم المخبر ما معنى اللذعان اللذعان يعني القبول هو يقبل يقبل هذا الحكم يزعن هذا الحكم يزعن هذا الحكم إذا آن معناه قبول الحكم نعم فإذا مثلا لو قال رجل إن زيدا عالم فإذا هو يقبل ويعتقد هذا الحكم يعني لأجل خبره يعتقد هذا الرجل أن زيد عالم هذا هو إذن لو لم يعتقد بل هو يعلم أن هلان قال إن زيد عالم فقر ولم يقبله بل هو يقول هلان يقول زيد عالم هو لم يقول زيد عالم هذا ليس اعتقادا ولا قبولا ولا إذاعانا ولا تصديقا ذا واجعله صادقا ثم أيضا فسر مرة أخرى إذاعانا التصديق هناك خفاؤ التصديق إذاعانا هكذا يفسر آهل اللغة يفسر آهل اللغة التصديق باللدعان فإذاً ماذا يراد به هذا القبول وجعله صادقا وجعله صادقا هذا بيان لمعنى وزن فعلا أي صدقا هنا التصديق يعني وزن التفعيل هنا لعجل النسبة يعني النسبة الصدق إليه فنفير كذب عنه هذا إفعال من الأمن إيمان إفعال من الأمن إذا الندعان هو يعتقاده يعتقاده كما ذكره إسا مدد من الأمن كأن حقيقة آمن به آمنه من التكذيب فإذاً لو كان من الأمن فآمن بأي معنا آمن به معناه آمنه من التكذيب من التكذيب يعني لا يكذبه وهو يؤمنه يعطي الأمان من التكذيب هذا مناسبة الاشتقاق ثم والمخالفة من التكذيب والمخالفة يتعدال باللام كما في قوله تعالى حكاية وما أند بمؤمن لنا بمؤمن لنا أي بمصدق هذا معنى وبالبائي يعني يتعدى بالبائي كما في قوله عليه السلام الليمان أندومن بالله الحديث أندومن بالله هنا تعدى بالبائي الحديث أي تصدقاء وهنا وهناك علمان بمعنى التصديق وليس حقيقة حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وقبول بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم على ما سرح به الإمام الغزالي رحمه الله لئيسا حقيقة التصديق يعني يقع في القلب يعني في قلب المصدق ماذا يقع في قلبه نسبة الصدق إلى الخبر ويقول أنه لان صادق في خبره لكنه لم يعتقد بهذا الحكم أو المخبر الصدق إما إلى الخبر أو نسبة الصدق إلى المخبر من غير إذعان وقبول للخبر هو لم يقبل هذا الخبر بل هو يقول المخبر صادق أو الخبر صادق فقط هذا لا يقال له إذعان بل حقيقة التصديق إذعان وقبول لذلك لذلك معناه قبول لنسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر هذا هو فإذن هو يقبل هذا الصدق ليس نسبة الصدق بحيث يقع عليه اسم التسليم عندئذ لو قبل لذلك الحكم يقع عليه اسم التسليم اللي اعتراف على ما صرح به الإمام الوزالي وبالجملة هو المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية هذه الكلمة هو معنى التصديق المقابل للتصور حيث يقال في عوائل علم الميزان يعني في علم المندق اللي علم إما تصور وإما تصديق صرح بذلك رئيس ابن سيناء فإذن هذا هو التصديق يقابله التصور إذن إذا عانوا للنسبة هذا هو التصديق لو كان إذا عانوا للنسبة فهو التصديق وإلا فهو تصور هكذا في علم الميزان ولو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان يتلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئا من امارات التكذيب واللنكار ممكن يحصل هذا المعنى يعني نسبة الصدق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما بعد يقول الإيمان هو التصديق التصديق بما جاء به بما جاء به من نند الله تعالى هو اللي قرار به مثلا بعض الناس يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من نند الله تعالى ويقرون به أيضا ومع ذلك ممكن هو ارتکب سببا من اسباب الردت فيكون الحكم عليه أنه كافر ثم ممكن يقتل حدا اذا مع أنه يصدق يعني هذا التصديق الذي عان القبول موجود في قلبه حتى يقع عليه اسم التسريح لكن ينبغي أن يكون هذا من غير معارض لكن يوجد في بعض الناس معارض هذا الذي قال ولو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان يطلق اسم الكافر عليه من جهة أنه عليه شيئا من نمارات التكذيب واللنگار كما إذا فرضنا أن نعهدا صدق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه وعقر به وعمل ومع ذلك مشد الزنار بالاختیار أو سجدل الصنم بالاختیار نجعله كافرا لماذا؟ لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة التكذيب واللنگار نعم الزنار هو حزام يشده النصران يوسطه يكون عند النصران حزام الذي هذا حبل يربطه في العجيزة نعم هذا الزنار وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسخل لك الطريق إلى حل كثير من الاشكالات الموردة في مسألة الإيمان وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق فعلم أن الإيمان في الشرع هو التصديق فإذن والذي سبق نعم هو معنى الإيمان لوطن ثم المصنف ذكر معنى الإيمان شرعا ثم ما هي الإشكالات التي عشار إليها الشارع هذا علامة اسمت ذكر في حاشيته من الإشكالات إلى آخره منها أن التصديق تفعيل بمعنى نسبة الصدق إلى الخبر و بالمخبر فمن حسل له التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره أو أقر بذلك أيضا بدون اللذعان والقبول على وجه يقع عليه اسم التسليم يلزم من يكون مؤمنا شرعيا وليس كذلك يعني هذا إشكال يعني تصديق تفعيل بمعنى نسبة الصدق إلى الخبر و المخبر فإذن رجل هكذا ينسب الصدق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو لم يقبل هذا دين هو يقول محمد هو صادق لكن هذا الفلان لم يقبل هذا الدين دينا بل هو يتدين بدين آخر ومع ذلك يمدح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويجعله صادقا نمينا كذا 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 ومع ذلك هو متدين بدين آخر معتقد باعتقادات النخرى إذن يلزم من يكون هذا الرجل إذن مؤمنا لذلك هو قال عنه نقل عبارة الإمام الغزال رحمه الله ينبغي أن يكون القبول والاعتقاد حتى يقع عليه اسم التسليم نعم فالمعنى وليس كذلك فالمعنى الذي حقق للتسليق الذي هو في الإيمان اللغوي في الإيمان المعتبر بالإيمان الشرعي اندفا الاشكال فالمعنى فبهذا المعنى الذي حقق للتسليق الذي هو في الإيمان اللغوي هذا المعنى معتبر بالإيمان الشرعي اندفا هذا الاشكال جمعا اشكال آخر ومنا أن التسليق بما جاء من اند الله إلى رسوله قد يخلو عن الاختيار كما إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله وعلى هر المعجزة وقع في قلب عهد تسليقه عليه السلام من غير اختيار هذا لا يكفي بل يجب بالاختيار هذا هو القبول ثم معناه الشرعا نقرأ فيما بعد وآخر دعوانان الحمد لله رب العالمين